السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني كرام اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله مرحبا بكم في فيديو جديد اخواني الكرام اليوم جبت لكم تطبيق مميز جدا تطبيق رائع بالنسبة اللي جربت يعني لمدة اسبوع اسبوعين وهو تطبيق ممتاز جدا هذا التطبيق هو عبارة عن تطبيق يحتوي على قنوات اه عربية قنوات اجنبية يعني قنوات للمحتوى الرياضي محتوى السينمائي الى اخري الى اخري فيه محتوى كثير جدا وهو تطبيق ممتاز جدا اخواني كرام اليوم في هذا الفيديو سوف اشرح لكم كيفية تحميله اه بعد بسم الله الرحمن الرحيم اخواني كرام اذا لم تكن مشترك املوا منك الاشتراك في القناة لتقوم بدعمنا لتقديم المزيد ان شاء الله وبذلك تضغط على زر اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع اصدقائك اه سوف نبدأ بالفيديو اول شيء نفعله هو الذهاب الى جوجل بلاي ستور كالعادة وتحميل تطبيق اسمه داولوندر تكتب اول حرف لهو الدي ويخرج معك تطبيق داولوندر تقوم بتحميله اخي الكريم بعد ما تحملها تطبيق اخي الكريم تعود الى الواجهة الرئيسية وتذهب الى الاعدادات عفوا اخواني تذهب الى الاعدادات تضغط على اللي هي التطبيقات بعد ذلك تنزل الى الاسفل وتضغط على اللي هي الامان والقيود بعد ذلك تضغط على اللي هي مصادر مجهولة وتبحث عن تطبيق داولوندر وتعطيه الصلاحية هو يكون هكذا اول شيء اخي الكريم الان سوف نقوم بتحميل من تطبيق داولوندر نقوم بتحميل تطبيق وفي تطبيق ان لينكت يوجد تطبيقنا لليوم ان شاء الله نفتح تطبيق داولوندر اخي الكريم. بعد ما نفتح تطبيق نذهب الى خانة البحث ونكتب هذا اخي الكريم ان لينكت نقطة لينك اسف عفوا اخواني هنا تكتب نقطة وليس فاصلة قد اخطأت هكذا اخي الكريم تكتب هذا وتضغط على go السبب لماذا سوف نحمل هذا تطبيق اخواني الكرام لان هناك متجر رائع في اروع التطبيقات ومن هذه التطبيقات تطبيقنا لليوم ان شاء الله ننزل الى اسفل اخي الكريم ونضغط على download apica ننتظر حتى يتحمل معنا التطبيق اخي الكريم كما ترى تضغط على install انا حمل التطبيق من قبل لهذا لن احمله مجددا بعدما تضغط على install وتحمل تطبيق اخي الكريم تعود الى الواجهة الرئيسية وهنا اول شيء تفعله قبل فتح التطبيق هو الذهاب الى التطبيقات كما فعلنا مع downloader الى الاسفل security بعد ذلك source inconnu وتبحث عن تطبيق unlinked وتعطيه الصلاحية هو يكون هكذا تعطيه الصلاحية الان سوف نذهب الى تطبيق unlinked اخي الكريم ونفتحه وهنا سوف نقوم بادخال رمز يفتح لنا المتجر السري دينا اللي فيه جميع التطبيقات الممتازة نضغط على اول واحدة اللي هي add new library وهنا اخي الكريم كل ما عليك كتابته هو يوتيوب بعدما تكتب هذا تعود عودة واحدة وتضغط على enter تخرج معك هذه صفحة ترحيبية اخي الكريم كل ما عليك فعله هو الضغط مرة تانية على enter اخي الكريم بعدما تدخل الى المتجر بطبيعة الحال انا لا استطيع ان اريك جميع التطبيقات التي يحتوي عليها ولكن كل ما عليك فعله هو النزول الى اسفل والبحث عن قسم يوتيوب كما ترى هنا هذا هو القسم الذي يجبه ان تبحث عنه لتحميل التطبيق بطبيعة التطبيق هنا كما ترى هو up ومعه player يعني المشغل بطبيعة الحال التطبيق ليس اسمه up وهذا ليس player لكن انا لا استطيع ان اريك ما هو اسمه لهذا انت عندما تجي تجي الى هذا المتجر وتحمل التطبيق سوف ترى اسمه الحقيقي وسوف اكتب لك في اعلى الشاشة اسمه الحقيقي كل ما عليك فعله اخي الكريم هو الضغط على up وتحميله download بعد ذلك تضغط على اول واحدة اللي هي install up ثم تضغط على install وتنتظر حتى يعود معك الى المواجهة وبعد ذلك تضغط على player لتحمل المشغل تضغط على download مرة تانية وتفعل نفس الشيء install up بعد ذلك تضغط على install والان حملنا التطبيق والمشغل اخي الكريم كل ما عليك فعله هو العودة الى الوجهة الرئيسية هذا التطبيق يعتبر من التطبيقات المغفية لذلك عليك بتحميل تطبيق side load launcher الموجود في google play store تفتح تطبيق side load launcher وهناك سوف تجيد التطبيق تاعك ان شاء الله وتستمتع به كانت هذه الفيديو اليومنا اخواني الكرام امولوا ان اعجبتكم اذا اعجبتكم لا تبخلوا علينا بزر اللايك والاشتراك اذا لم تكن مشترك والى الذين يريدون الاشتراك معنا على قناتنا في التليجرام هناك نقدم شروحات لا نستطيع فعلها على منصة اليوتيوب فانتم المرحب بكم سوف اضع لكم رابط القناة في اول تعليق وفي اسفل الفيديو امول ان اعجبكم الفيديو اخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة